ازا ايكم عاملين ايه? كل سنة انتوا طيبين. ان شاء الله تحققوا كل نفسكم فيه في السنة الجديدة. تكون سنة خير عليكم يا رب وسنة سعيدة بازن الله. تعالوا بقى نعمل النهاردة معجنات حلوة جدا جدا بالجبنة. هتعجبكو قوي وسهلة جدا وبسيطة وموفرة كمان. كمان اوفر ما اللي بنشتريها من الفرن لان الحاجة بقت غالية اوفر يعني. وهنعملها على كده يعني شكل شجرة الكريسمس. نحاول نعمل حاجة مختلفة وجديدة. نفرح بيها اولادنا. ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير. ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي ايا ويلا نبتدي الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هجب عندي كوبية من اللبن الدافي كوبية كبيرة. وهحط عليهم معلقة ونص سكر ومعلقة خميرة فورية. وهسيبهم على جنب شوية يعني هقديهم تقليبتين كده. واسيبهم على جنب لحد اما الخميرة تعمل بابلز كده فوق الوش. عندي بقى ثلاث كوبيات ونص مينة تقيق. هحط عليهم معلقة ونص كبار من اللبن البودر. وهحط معلقة ملح صغيرة. اللبن البودر يختياري بس هو بيتي للعجينة تراوه حلوة جد. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدًا قبل ما حط اي مكونات سهيلة عليهم. كده الخميرة بتاعتنا خمرت. بصوا بعد طالما عملت بابلز فوق الوش كده تعرفوا ان العجينة هتطلع نجحة جدًا معاكم. حطيت بقى خليط الخميرة دوت واللبن والسكر على المواد الجفة اللي احنا حطناها. هنا بقى عندي ربع كباية من الزيت وربع كباية من السمنة وده اختياري. دي الحاجة دي بتاعتكم ممكن تخلوها يعني نص كباية على طول من السمنة او نص كباية من الزيت. وحطيت بيضة وهقلبهم مع بعض كده شوية. وحطتها عندي بقى في العجين. واعجينها كويس جدًا لمدة حوالي خمس دقائق. طبعا اللي ما عندوش عجين ما فيش مشكلة خالص قبل ما اجيب العجين كنت بعجن على ايدي عادي بتعود تعجنه فيها من سبع لعشر دقائق. كل ما تعجنه فيها اكتر هتاخدوا النتيجة الكويسة جدًا وهتاخدوا معجنات نجحة جدًا. بصوا لازم تكون بتقطم معاكم يعني تشد سنة وبعد كده تقطع. كده تعرفوا ان هي تعجنة كويس قوي وبقت عجينة نجحة جدًا. عايزة بس اقول لكم ان الدقيق اللي تستعملوه لازم يكون دقيق مغبوزات او متعدد الاستخدامات. ده احسن دقيق هيتطلع لكم عجينة نجحة جدًا. بصوا هي طرية كده ما بتلزقش في الايد وزي ما قلتلكو بتقطع معانا كده لما بنشدها. هلم العجينة بقى عندي زي ما انتم ما شايفين كده. هلمها لتحت لحد ما تبقى كورة متماسكة. بصوا طرية جدًا 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 لدرجة ان هي بترد معايا وهي لسه ما خمرتش. هغطيها بقى بأي فوتا او اي رول ستريتش. المهمة احكمها كويس جدًا وحطها في مكان ضلمة. يعني احطها في الفرن بتاع البتوجاز بس طبعا الفرن ما يكونش شغال. كده بعد اما قاعدت حوالي ساعة ونص لطبعا احنا في الشتاء. لحد اما خمرت والحجم بتاعها تضعف. انا بس انسيت اقول لكم ان دهنت الطبق اللي حطيت في العجينة قبل ما تخمر دهنت زيت ودهنت العجينة كمان دهنت زيت. بصوا بقى حلوة جدًا جدًا. هعملها بقى دوريات كده على قد ما قدر يكونوا مقاز بعض. اللي عايز يوزن مثلا يوزن ما فيش مشكلة بس انا بنستسهل ونحاول نعملهم قد بعض. يعني انا بمسك العجينة كده واضغط عليها فهي بتطلع الدايرة في ايدي او الكورة في ايدي. بخدها بلمها على بعض كده زي ما انتم ما شايفين. عشان تبقى معايا كورة. عايز اقول لكم ان العجينة نجحة جدًا. المقذير مصبوطة جدًا جدًا. اهم حاجة تستخدموا ونوع دقيق كويس بس مش اكتر. وهتتلاقيوا العجينة معيك وتحفى يا جماعة بجد حتى لو مش تعجنوها في عجينة على ايديك وعادي جدًا. كده بعد ما خلصت الدوريات كلها عندي. عملت معي حوالي 23 واحدة غير ان لسه كان فيه حتة عجينة انا كنت سايبها على جنب. لاني كنت عايزة اعمل قرص بالقرفة فالسبت كده عملت اربع قرص هورهم لكو دلوقت. بصوا بقى مهم جدًا تغطوهم. غطوا كل الكوار اللي احنا عملناها دي. ولما تيجوا تاخدوا منها شيلوا الغطة خدوا الحتة العجينة اللي هتفردوها وتحشوها وارجعوا غطوا تاني بقية العجينة. عشان بس العجينة ما تنشفش منكم. انا كده باخد حتة حتة من الكوار اللي عملتها خدت اول كورة فردتها حشيتها جبنة. انتوا حشوها طبعا اي حاجة تحبوها بس انا حبيت اعملها بابسط حاجة. ممكن تحشوها جبنة متزرالة جبنة رومي تحشوها اي حاجة ممكن تحطوا فيها كمان ميكس جبن. اي حاجة تحبوها لحمة مفرومة. بصوا هي عجينة خطيرة وتحفى جدًا انتوا لازم تجربوها واي حشوة هتليق معيها. زي ما انتوا ما شايفين كده انا بحط الحشوة بتاعتي وبعود اقفلها زي ما اكننا بنقفل القطايف كده وبعد كده بضمها على بعض واكورها على الخفيف يعني على الهوى ما بدوس عليها قوي عشان تقفل معي كويس وما تفكش منكو في الفرن. جبت بقى الصنهية اللي هدخلها الفرن دهنتها دهنت زيت بسيطة وبصوا انا رصتها زي ما انتم ما شايفين حاولت اعمل شاكل يعني الشجرة بتاعة الكريسمس على قد ما اقدر. يعني بصوا انتم اكيد شايفين انا بعمل ايه انا مش عارفة شرح لكو قوي بس بحط مثلا اول صف يعني اكبر صف فوق بنقص كورة الصف اللي بعده بنقص واحدة الصف اللي بعده بنقص واحدة لحد ما يبقى معي زي ما انتم ما شايفين كده. يعني بصوا انا قعدت كده جيبها يمين وجيبها شمال لحد ما تعملت معي ومن تحت خالص بحط اربع وحدات كده بالطول زي ما انتم ما شايفين علشان يعني اكني دي الرجلين يعني بتاعتها يعني حاولت اعمل حاجة مختلفة مهمة طعم طبعا في الاخر. كده بعد اما خلصتها بصوا والله شكلها حلوة قوي يعني انا بنتي اتبسطت بيها جدا واقعدت كمان ترصتها معي بص طبعا انا بقطع كل ده في المونتاج. فاكرين بقى حتة العجين اللي انا قلتلكو شلتها على جنب الاول بس احنا هنسيب الصينية دي تخمر هنغطيها تاني كويس جدا ونسيبها تخمر بقى لحد برضو ما يتضاعف حجمها. نجي بقى لحتة العجين اللي انا كنت شايلها على جنب انا حبيت اي كان نفسي قوي في القرص اللي هي بالقرفة والسكر وهي طلع صخنة كده بتبقى خطيرة. جبتها برضو فردتها بس كنت مكبرة حتة العجين شوية وحطيت فيها ارفة وسكر حطيت مثلا معلقة ارفة على معلقتين سكر وبقيت احشيها الحشوة اللي ناسبكو يعني يعني حطوا الكمية اللي تحبوها وبدوس عليها كده عشان تكون شكل القرص. عملوا معي اربع وحدات تقريبا يعني معلقة القرفة معلقتين السكر دول كانوا الحشوة للكمية بتاعة الاربع قرص دول. تلعوا بصوا بقى تلعوا طحفة دول تلعوا حاجة كده مش قادروا يصفلكو جميلة قد ايه. بصوا بقى بعد اما خمرت اضاعف حجمها ازاي قعدت حوالي نص ساعة او ساعة اللي رابح لحد اما خمرت تاني. انا هدهنها باللبن جبت شوية لبن عادي وهدهن العجينة كلها بس بالراحة جدا جدا علشان الهوى اللي جوه العجينة ما يخرجش منها. اللي حابب كمان يدهنها بصفار البيض او يحط حاجة بسيطة من القهوة سريعة الزوبان او النسكفي يعني على اللبن ويدهن به مفيش مشكلة بس هو اللبن اداني لون حلو جدا. انا هرش بقى سمسم وحبة البركة يعني حطيت كده على واحدة او واحدة لأ حولت اوزعهم كده عشان يبقى شكلهم حلو. طبعا انا مسخنا الفرن قبل ما دخل الصونية بعشر دقايق على درجة حرارة تقريبا مية وتسعين او مية وتمانين على حسب يعني قوة الفرن عندكو. بتاخد في الفرن عشر دقايق وبتكون خلصانة وانا فتحت الشوية عليها شوية. جبت برضو القرس نفس الموضوع دهنتهم وحطيت عليهم السمسم ودخلتها برضو الفرن على نفس درجة الحرارة. اول ما بتطلع بجيب فوتا نظيفة بغطيها على طول وبجيب اكياس بلاستيك او اكياس تلاجة بفتحهم كده وبحطوهم على الفوتا علشان تفضل طرية معيك واللي عايز يرشها رشة مية يرشها مفيش مشكلة. بس انا ما كانش عندي بخاخ يعني فحطيت الفوتا وحطيت الاكياس بصو طرية وخطيرة بصو شكلها اصلا يعني انا والله وانا بقطحها كنت زعلانة شكلها حلو جدا وكانت عجباني جدا. وبردو الصينية اللي كان فيها القرص بالقرفة نفس الماضة غطيتها بفوتا والاكياس الاكياس بس علشان تخلي العجينة تعرق فلما بتعرق بتطرى. بصو الحلاوة مورقة ازاي من جوة وطرية جدا بجد انتوا لازم تجربوها خطيرة يا جماعة قوي قوي. بصو هي خدت اللون مني شوية من تحت بس ما كانش باين خالص في الطعم يعني هي متلى صاعدش قوت حرقت. هي بس خدت لون زيادة شوية فانتوا خلي بالكو ما تمشوش من جنب الفرن لانها بتستوي بسرعة جدا. بصو الحلاوة بصو عاملة زي القطنة كده فضيعة ومفرغة كده وجوها هوا بجد جربوها ومهما بتعط بتبقى حلوة جدا جدا. هنا كمان القرص بعد اما طلعت وشكلها حلو ازاي القرص دي بقى وهي سخنة كانت روعة. السكر والقرفة الكرميل وكده من جوه وكان طعمها يا جماعة بجد رهيب. جربوها وقولولي ايه رأيكم. وكل سنة وانتوا طيبين مرة كمان. ولو عجبكم الفيديو اعملولي لايك وشير واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. وترجم الى صفحة كمان. نعم فغمنا ترجم الى صفحة كمان. نعم. 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 سنة من خلق حلق كمان. نعم. نعم. اشتركوا في القناة